ومثل كل نهار تانين هودا الأسعد بتكون جاي على استوديو صلاح الخير وحاملة مع باقة من الأخبار الفنية عربياً محلياً ويمكن عالمياً تعالوا نشوف شو رح تسمعنا أخبار لليوم صباح الخير يا هودا صباح الخير ورد صباح الخير صباح الخير يا ميشكي كيفيك أهلا وسهلا فيك شو أخباركم اشتاعي يعني بعيد عن هالجو والشو والنار بعرف ومشايف عم تعمل جاج مقلي والتكييف مع ملحة إيقبار غير مزبوط مو بس هون يعني كلها يعطنا عم نعاني من هذا الموضوع يلا إن شاء الله اليوم تكون هيكي آخر المرتفع يلي صاير بس للصراحة يعني تقص نار روحامي جداً بالوسط الفني شاء اليوم جابت لكم مشاكل كثير أغلب أخبار اليوم هي عن القضايا والمشاكل يلي كلها يعطنا عم نشوفها على السوشيال ميديا وأكيد رح بلج بأول أخباري لليوم هو عن الخلاف يلي كلمان عم يكبر ووصل للقضاء أو حيوصل للقضاء بين ميريام فارس وفارس كرام هلأ من شلين قبل الهواء عم تقول لك شو صاير فهموني تله اللح أخبرك وحق خبر المشاهدين وخبركم تفاصيل هاي القصة وكيف بلشت ومين بلش بالخلاف من أسبوعين كان في حفل كتير ضخم لفارس كرام وميريام فارس بالسعودية تمام ونزل بوستر لهذا الحفل مثل كل الحفلات يلي صار أنه بعد الحفل صار في لقاء مع الفنان فارس كرام وسألوا أنه أنت مانك مزعوج لأنه صورتك بهذا يعني بهذه الصورة تماما أصغر من ميريام فارس كانت صورة ميريام أكبر أنا ما شفت أكبر هي أكبر هي أكبر هي أكبر هي أكبر حتى نكون واضحين هي أكبر ومعدل على صورة فارس كرام وراء وفهم صغرينا وكان يعني هلا في ناس بتشوف أنه هيدا القصة ما أنا محرزة بس الفنانين يبدو لا بعلقوا على هذا الموضوع لا والله محرزة إذا هيك محرزة تمام فبلش فارس كرام بأول تصريح وقت نسأل عن هذا الموضوع قال أنا ما بدي علق نفسيات محمضة قال عن ميريام فارس أنه نفسيتها محمضة وهون بلش بقى الخلاف يكبر ويكبر بعد هذه النفسية لمحمضة أو هذا التصريح هون استغربت ميريام فارس من هذا الرد وقالت أنه أنه مستحيل يكون فارس كرام قال هذا الموضوع عني وتحديدا أنا اللي اخترت اسمه من بي مجموعة كبيرة من الفنانين لحتى يكون معي بهذا الحفل بتعنشوف الصور سواء أنا وياكم يلي هو تغريداتي اللي عملوا أزمة بعد ما قالت أنه أنا اخترتك لحتى تكون معي هون نزل التويت اللي شفناها من قبل وقال رزق الله أيام كنت تركدي وراي لحتى تتصوري معي آخر الليل والباقي بتعرفي كتير منيح فهون هي بقى كبرت الموضوع وقالت حتوصل القضية للقضاء أنت قاطشة التويت طبع فارس كرام لأنه فيها كلمات نابية هذول الكلمات اللي كانوا نحطوها بالترجمة اللعنة أمين فهو كتير فاطح لا لأنه هذا الهاش تاك كثير بشع وهذا الهاش تاك هو اللي رح يوصل يعني هو اللي رح يحل هو الصوباب علني طبعاً وبصراحة في كتير ناس يعني كثير انتشر هذا الهاش تاك باليومين اللي مضو وغلط أساساً نحن نعرضه غلط أساساً ينكتب كان في ناس كثير وقف بصف فارس كرم للصراحة وقالين أنه معوحاق وفي ناس لا بصف ميريان فارس وعدد كثير كبير من الفنانين معوحاق لي شو بالضبط أنه لازم يكون في توازن هنا نفس المسيرة بموضوع الصورة الأساسية أنا كفنان وقت يعني ما بعرف هيك رأيي بس أنا كفنان وقت أنا بشوف هذا البوستر فيني أعتراض وما أطلع بالحفلة قبل ما يتعدد لا عين عليك يعني مو أنستنى لأعمل حفلة وخلص ويسألوني بتزكى بتزكى تمام هذا كمان رأيي بأغلب العالم اللي عم بتابعنا كان فيك تنسحب إذا أنت انزعجت من هذا الموضوع وما نستنى لحتي يصير في تشهير بالفنان الثاني لنشوف وين نشوف إذا ميريان حط قطاع عادي لنشوف إذا حتكون هيك موجد غضب وبتروح على فكرة صارت هالقصة صارت هالقصة بسوريا من فترة كمان من كم شهر أو من شهرين فنان يزم رشيد من وجه له تحية كمان نزلوا له بوستر لحفل وكان حدا أجنبي أو مو حدا أجنبي حدا من بره في سوريا جاي ونستطيع أن نسحب منها فرفض صحيح نزل أنه أنا باحترم اللي جاية غني بس أنا صوتي ما تنزل هيك على بوستر فمثل ما قالت نشنين أنه نسحب كنت هذا اللي صار وهذا الخلاف وصلنا أكلياتنا بانتظار لنشوف شرح سيصير بهذه القضية طبعا فارس كرام من هذا الحفل ما نزل أبدا معاطع لعلا صفحته على السوشيال ميديا نهائيا ولكن اللي كانت عم تحتفل بشكل واضح بأجواء هذا الحفل هي ميريان فارس تعال شوفوا كيف كانت مولع الأجواء بحفلة اللي كان مع فارس كرام ليش عم تبكي لحلك ليش عم تبكي بصراحة هذا الحفل يمكن لأنه صار بالسعودية من بعد أغنيتها أكيد اللي نزلتها طبعا أغنيتها احتلت المراتب الأولى ووصلت سمعتها كل العالم حتى هي قالت بهذا الحفل أخذ هذا التفضيل بالخليج العربي تحديدا وكثير وكثير بحبوا هاي الأغنية هل عم أكدو لنا بالكونترول أنه يمكن هي فولوكلور عراقي أنا حسب معلوماتي وبحثي لأي أغنية سعودية وكل الجمهورة نحط نحن سؤال على صفحتنا على الفيس بوك وتصوتوا يا جماعة هي عراقي ولا سعودي؟ أوكي بالمهم ناجحة بالمهم ناجحة بالمهم ناجحة وفعل نحقق إرادات كثير كبيرة الخبر الثاني اللي معي لليوم سعد المجرد يعني سعد يبدو لمس تماماً نجاح عد الكلام ولمس تماماً نجاحه باللهجة المصرية بالألفين وعشرين لأن أغنيته عد الكلام وصلت لمئتين وثلاثة مليون مشاهدة على يوتيوب ماشاء الله رقم خيالي جداً وكثير كبير ومانش جديد بصراحة بإلا يعني مثل نجاح يسجل باسم سعد المجرد حبي عيد هذه التجربة وحبي عمل أغنية باللهجة المصرية والتي كانت اللي نزلها من يومين اللي هي أغنية الحلق الحلق من وقت اللي نزلت يعني وقت نزل البرومو عامل ضجة كثير كبيرة عامل ألأ عامل ألأ وهو فعلاً هو الحلق اللي عامل ألأ هي أصلاً كلمات الأغنية يبدو ورد صرعاً صرعون فيها صرحة مصرعونة أو أضحفون فيها أمتعون فيها حلوة الأغنية فعلاً كثير وفي كثير ناس عم تقول حلو سعد باللهجة المصرية في عنده جمهور كتير كبير بمصر وبيحب هذا النمط من الأغاني يلي ما سمعوا الحلق يلي عمل ألأ لا سعد لمجرد تعوني سمعته أما خبر التأليف هو عن جوائز بيروت الدهبية هذا المهرجان يلي توقف غلال سنوات الماضية مثل ما أغلب الفعاليات الثقافية والفنية توقفت مو بس بلبنان بكافة الدول العربية رجع هذا المهرجان ووزع جوائز مو بس على الفنانين أنا اليوم الفنان اللي جايبته هو أكيد تكرم الفنان عاصي حلاني عن مسيرته بالألفين يعني بالسنتين يلي قطعوا 2021-2022 بسبب النشاط الكبير يلي كان عامله سواء كان بحفلات أو أغاني ولكن هذا المهرجان حلاوته إنه بكرم كافة المجالات الفنية يعني مو بس فنان غنائي عاصي حلاني لا هن كمان كرم ونزار فرانسيس كرم وقابريال يمين وعدد كثير كبير من مصممي الأزياء والديكور والإضاءة وهو هيك مهرجان شامل لكافة المجالات الثقافية والفنية ببيروت فعلا كان حفل كثير جميل عاصي حلاني عودنا بآخر سنة إنه هو كل شي بيعملو بمجاله الفني بنزل النياع على السوشيال ميديا ولحظة التكريم أكيد نزل على صفحته على إنستجرام وهذا الفيديو لقى انتشار كبير خلال أيام الماضية نعم شوف لحظة التكريم عاصي الحلاني بجوائز الدهبية لبيروت يعني متل ما كان في هذا المقطع يلي نزلوا أكيد عاصي الحلاني على صفحته ما فينا نتجاوز أبدا دعمه للوليد الحلاني والأغنية اللي نزلها أول هذا الشهر يلي هي تريند الموسم ما أحب الوليد أنه يخلص موسم الصيف وما يكون عنده أغنية جديدة يكسر في هذا الدنيا أو تكون تريند الموسم وفعلا العاصي الحلاني هيك دعم ابنه دائما يدعم أولاده كلهم بطريقة كثير حلوة ولكن يبدو للوليد في عنده حصة زيادة يمكن لأنه ستايله شوي بيشبه أبو يمكن لأنه أقرب لأبو بيختلف نوعه عن ماريتا نحن نرى حاله بداياته أي أعتقد يمكن حتى بلقاءه من اللقاءات على فكرة آية العاصي الحلاني أنه كنت بتمنى نص الدعم الذي يتقدم الآن لأولادي سواء كان ماريتا أو الوليد سمعتم تريند الموسم؟ مقاطع مقاطع وأنا جاءت القماط إن شاء الله سأكون جايبته والذين سامعينه نسمع هذه الأغنية للوليد الحلاني والذين تحصد نجاح كثير كبير على يوتيوب يعني اليوم بدأت خربطت لكم الأخبار بصراحة ستبدأ بمشكلة وإنهي بمشكلة بس خليني كاملكم بالجديد يلي كمان هي ساميرا سعيد الفنانة ساميرا سعيد كل أغنية بتنزلها دائما بتعطي نوع موسيقى جديد بتعطي هيك جرأة جديدة لأغلب الفنانين أنه ما في مشكلة فيكن تكونوا أو الأغنية اللي تكون تغنوها تحمل كلمات جريئة جريئة يعني جريئة يعني مختلفة وليس بمقصد الجريئة يعني الخالجة عن الأخلاق جريئة يعني مختلفة وأغلب أغاني ساميرا سعيد هي بتتصف بهذا الموضوع ولكن أغنية اللي نزلتها كمان خلال الأسبوع الماضي اللي هي كرباج هاي الأغنية هي كانت يعني تخيل لي ساميرا سعيد كان عندها قلق من كلمات بعض يعني من بعض كلمة موجودة ضمن هاي الأغنية من اسم الأغنية؟ هو اسم الأغنية بقطع مع ساميرا سعيد بسي فيها فيها يعني فيها ثلاث كلمات ويقالت إنهم كتير قلقوني وأكتر كلمة مشهورة هي يلي قاي حمادة يعني يلي كان حمادة ويلي قاي حمادة تاني خالص هاي الجملة يمكن أهلنا بمصر كتير بقولوها يعني مثل إنه كل شي راحكم يلي جايكم تاني يعني مصطلحها بالسوري أو شرحها ولكن هاي الكلمة بتنقال كتير من هذه البيئات الشعبية جداً في مصر فهي كتير وقفت عمل معقول غني أغنية هاي فهون كان في دور كتير كبير للكاتب والملحن ويترجوها أنه بسجر بغنية وهنا بتقني40 أنك تحبي يا لهذه الأغنية وفعلاً هي كان عندها ألف كتير كبير من كيرباج أغنيتها التي تحقيق تقريباً صارت نجد مليونين ونصف على يوتيوب غنتها وسمعتها أكثر من مرة لحتى قطنعت أنه تنزلها على يوتيوب فتعالوا نسمعها سوا آخر خبر معي لليوم هي عن أغنية مكسرة الدنيا نظامي يلي هي وبطير لزياد برجين عدا عن أن الأغنية كثير جميلة عدا عن أنه حالة الأغنية جميلة هو زياد لحنها وهي من كلمات أحمد ماضي هو هداها بمناسبة عيد زواجهم لزوجته وبنهاية الفيديو كليب يمكن شفنا أغلبنا اللي شاف الفيديو كليب شاف معاطع أهداء لزوجته زوجة زياد برجين وعدا عن هيك الخلاف الثاني هو كانت أكيد بطلة الفيديو كليب ندين الراسي اللي هو مصر لأخوه متوفي أسبوع أسبوعي لأعتقد فالعالم هون إنه ليش نزلت هلأ وهذا الحكيم ولكن في قصة أكبر في خلاف أكبر من وراء أغنية وبطير هاي أغنية وبطير هي نفسها أغنية إليسا أنا وبس يلي هي أكيد أغلب المتابعين شافوا هذا الخلاف يلي صار بينها وبين أحمد ماضي وبين زياد برجي راح زاكي لكم هيك بشكل سريع كيف صارت القصة وليش أصر زياد برجي أنه ينزل الأغنية بصوته خلال اليومين يلي مضوا لصنصار في لقاء بين إليسا وزياد برجي وهي نكرت أو ما قالت اسم الكاتب فهون أحمد ماضي نزل هالتويت تعالوا شوفها سوا وقال كل واحد بيعمل بأصله كرمال خي زياد عطيتها الأغنية وكرمال خي زياد ما رح رد عليها رح أترك الرد لضمير الناس وهون بلشت بقى الآراء منقسمة بين ناس معه أنا وبس هاي الأغنية وبين أنا وبطير لأنه في كتير من النقاد عم بيقولوا أغنية وبطير بصوت زياد برجي هي أجمل كون هو عايش باللحن أكثر وبيعرف تفاصيله كان الرد كتير قوي من زياد برجي حتى هي رجعت ردت والموضوع منتهى ولكن للأسف هذا مؤول خلاف بصير بينه وبينهن ويمكن الخلاف اللي صار بيناتهم أول فترة كمان مشابه كمان بين أحمد ماضي وزياد برجي على أغنية بتنزل بصوتك ما بتنزل بصوتك ولكن الرأي الفني لهذا الموضوع هي حق للكاتب والملحن أنهن يغنوا الأغنية لأنه كمان ملكهم ولكن قانونيا هي بتكون باسم المغنين المطرب الأساسي إذا كان فيه بالعقد هذا الموضوع أكيد بيحق اليون وإليسا مؤول مرة عم تعمل خلافات مع دائما للأسف مع الفنان الشامل مروان خوري كمان بفترة طويلة يضلوا بعد ما غنت له أحلى الأغاني صحيح وحتى بينه وبين مريان فارس في خلاف هي هيكي عندك كثير مشاكل عندك كثير مشاكل بالوسط الفني فنحن اللي بهمنا هلأ أنه نزلونا أغاني حلوة بغض النظر عن الخلافات يعني يا سعد الجماهير تماماً يا سعد الجماهير فأنا جبت لكم وبطير لحتى أختم أكيداً الفقراء وأنا إن شاء الله بصوفكم الأسبوع القادم بأخبار جديدة ومشاكل جديدة بالوسط الفني عندي ثقة ناكيد في خلافات حتصير شكراً يا هودا شكراً يا هودا شكراً